الدولة اللي بتعيش فيها بدعوك للانضمام على جروبنا في الفيسبوك هناك حتلاء آراء أشخاص يعيشون في الدولة وسينقلون لك تجربة المعيشة والحياة في الدولة كوبنهاغن تتميز بتناغمها الذي يمزج بين القديم والجديد وتحضن في ثنايا أروقتها معالم الجمال الطبيعي والإنساني واحدة من أفضل خمس مدن ملائمة للعيش في العالم مدينة الزبدة والفايكين وحورية البحر ومدينة صناعة السفن هل عرفتموها؟ إنها عروس البلطيق كوبنهاغن تقع كوبنهاغن في الدنيمارك وهي عاصمتها وأكثر مدنها سكانا وتعتبر المركز الاقتصادي والسياسي والثقافي للبلاد ينطق الدنيماركيون اسم العاصمة باللفظ كوبنهاغن وقد جاء اسم المدينة من كونها مرفأا ومركزا تجاريا للمدينة واسمها الأصلي تم اشتقاغه من كوبمانهافن ومعناه مرفأ التجار أما اسم المدينة باللغة الإجليزية فقد تم اشتقاقه من الكلمة الألمانية كوبنهاغن تقع على الشاطئ الشرقي من جزيرة تايلاند كما أنها تشغل جزءا مهما من جزيرة أماغر وتمتد على الكثير من الجزر الطبيعية والصناعية التي تقع بين الجزيرتين وتعتبر المدينة جزءا من منطقة أوريسنت التي تتكون من بورنهولم وزيلاند ولاند فلاستير في الدنمارك وترتبط كوبنهاغن مع باقي دول العالم من خلال مطارها الدولي الذي يقع في الجهد الجنوبية الشرقية من المدينة حتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي لم تكن المدينة سوى قرية صغيرة مخصصة لسيد الأسماك وعندما تمت إقامة ميناء عليها زادت أهميتها حيث تطورت لتصبح بلده وفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي أصبحت قضاء قانونيا وزادت أهميتها في الفترات اللاحقة ففي عام 1443 ميلادية أصبحت عاصمة للدنمارك وقد عانت من الكثير من الحروب فبين عامي 1250 ميلادية إلى 1810 ميلادية تم تدمير الكثير منها وقتل العديد من الناس بسبب انتشار الأمراض ولكنها استطعت النهوض بعد كل أزمة وفي أواخر القرن التاسع عشر تحولت إلى مركز اقتصادي وسياسي مهم للبلاد وفي سنة 1874 ميلادية تم إنشاء ميناء حديث وبدأت تتطور فيها حركة التصنيع في عام 2016 أعلنت الدنماركو كأسعد دولة في العالم فقد اجتمعت عناصر مختلفة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي كي تحظى بهذه المكانة كما ولا ننسى النظام التعليمي المتميز فهناك خمسة مبادئ يتم تطبقها على المدارس في الدنمارك لمساعدة كل طالب على المستوى الشخصي لتحديد الطريق الذي يريده ومكانه في المجتمع أن تكون الأفضل ليس هو الشيء الأساسي في الحياة أن يعرف الطالب كيف يكون نفسه أمر هام تماما كالقراءة والكتابة لا لأسلوب التعليم عن ظهر قلب النتائج لا تهم ينبغي أن تكون للجميع فرص متساوية التعليم هو واحد من الأولويات العليا في الدنمارك نظام التعليم في الدنمارك عام وخاص الرسوم المدرسية الدنماركية العامة معفاة من الضرائب لذلك التعليم المدرسي العام الدنماركي مجاني المدارس الخاصة الدنماركية بما في ذلك المدارس الدولية تتلقى أيضا بعد رسومها من أولياء أمور الطلاب يأتي السياح إلى كوبنهاج عبر مطار كاسترب ولا يستغرق الوصول من المطار إلى مركز المدينة غير 15 دقيقة عبر خط القطار الرئيسي فالمواصلات العامة سهلة للغاية من المحطة الرئيسية ومن محطة توري بورت محور القطارات والحافلات التي تربط بين المدن أما قوارب الممرات المائية فإن أهل أسهل لرؤية معالم المدينة الخلابة وكذلك أسرع وسيلة للتنقل في الأنحاء هي الدراجة كما أن المدينة صديقة للسير على الأقدام على نحو المنعش فقم بالتنزه في مركز ستروغيت أقدم وأطوال شارع تسوق خاص بالموشات فقط في أوروبا إن كنت ستسافر فحتما ستبحث عن أماكن التسوق سقع متاجر المصممين ومحلات الأزياء الراقية في الشارع 1.1 كم وهو أحد أطوال شوارع أوروبا المخصصة للموشات إنه مكان رائع يعج بالأجواء التجارية ويمكن العثور فيها على أزياء المصممين والإكسسوار بينما يوجد في المدينة القديمة مجموعة من المتاجر المستقلة كما تعد توريبو أيضا منطقة رائعة ستجد فيها محلات مستقلة ومتاجر حرف يدوية أما سوق نوريبو المستعمل فهو يعد أطوال شارع تسوق في الدنمارك وهو يفتح في أيام السبت من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر الوقت المثالي للزيارة كوبنهاغن هو بين أبريل ويونيو أما في يناير وفبراير فتنخفض درجات الحرارة جدا حيث تصل إلى أقل من السفر أما أشهر الصيف فهي باردة وتتراوح درجات الحرارة بين 55 و70 فيهرنهايت مما يجعلها مثالية في ذلك الوقت للمسافرين الذين يرغبون في التمتع برحلة بحرية هادية وتنشط المهرجانات خلال شهري فبراير وأغسطس من الناحية الاقتصادية فإن الأسعار تعتبر معقولة جسبيا في الأشهر التي لا تنظم فيها الاحتفالات والمهرجانات ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الاحتفالات كافية لجعل رحلتك مثيرة وممتعة مائدة كوبنهاغن تعد وجبة الفطور المتأخر والغذاء الباكر من الأمور المميزة في كوبنهاغن ونتيجة للأنشطة المسائية المدهجة في هذه المدينة لن يجد المرء صعوبة في فهم السبب وراء تناول سكانها لوجبة الفطور بشكل متأخر وعدم انتظارهم لموعد وجبة الغذاء وتحتوي المدينة على أكثر من ألفين مطعم ومقهاء وتشتمل قائمة الأطباق الدنماركي المتميزة الأخرى طبق الشطائر المفتوحة وطبق كرات اللحم ويعد سمير بورد أو السندويتش المفتوح خيارا شائع الشهرة هناك يصنع هذا السندويتش عادة من خبز الجودار مع إضافات متنوعة مثل المأكلات البحرية أو البيت أو سمك الرنجة تعتبر كوبنهاغن المركز التجاري والصناعي للدنمارك ومن منتجاتها محركات الديزل والمفروشات والخزف الصيني وتعتبر التجارة مهمة أيضا لاقتصاد كوبنهاغن يستعمل غالبية الركاب وسائل النقل العام في كوبنهاغن كالحافلات وقطارات النقل كما يركب العديد من الناس الدراجات الهوائية حيث توجد ممرات خاصة بالدراجات في معظم الشوالع الرئيسية ويوجد مطار دولي في جنوب شرق المدينة لا تقلق إن كنت لا تجيد اللغة الدنماركية فالألمانية لغة إقليمية رسمية كما أن اللغة الإنجليزية تأتي في المرتبة الثانية ستحتاج حتما للمال في جميع تعاملاتك لذلك يجب أن تعرف أن الكرون الدنماركية هي العملة القانونية لمملكة الدنمارك رمز الكرونة الدنماركية هو KR يتبع الرمز عادة المبلغ النقطي المحدد بدلا من أن يسبقه تعرف كوبنهاغن بعاصمة الاسترخار حيث أن كل ما حولك من مناظر طبيعية يدعوك للتأمل في روعة خلق الله وجمال المدينة وتجذب المدينة الكثير من المسافرين من مختلف الجنسيات والآن دعونا نتعرف على أشهر المعالم السياحية للمنطقة والتي نبدأها بحدائق تيفولي هي مدينة ترفيهية وتكاملة مغطاة بالحدائق وتقدم المدينة أنواع كثيرة من أشكال الترويح عن النفس كرقوب الخيل والباليه والحفلات الموسيقية والألعاب الترفيهية للصغار والكبار تعد ثاني أقدم مدينة ترفيهية في التاريخ وهي أيضا تعد ثاني أكبر الحدائق زيارة في العالم قصر كريستيانس بيرغ استمتع بمشاهدة التاريخ الملكي القديم لكثير من الملوك والملكات لأكثر من 800 عام وإلى الآن إذا كنت من محبي التاريخ فلا تفوت فرصة مشاهدتها هذا القصر الرائع واحصل على التذكيلة للدخول إلى غرف الاستقبال الملكية ومشاهدة مقتنياتها ستحظى بجولة إرشادية مجانية في المبنى لتشاهد بقايا تحصينات المدينة منذ عام 1167 المتحف الوطني في كوبنهاغن يعد أحد معالم جذب السياحي الهامة في كوبنهاغن فالمتحف يضم مقتنيات عديدة على مدار التاريخ للدنمارك بجانب مجموعة إثنغرافية كبيرة وتجهيزات الكنيسة الرومانية والقوطية لمحبي تاريخ يمكنك مشاهدة معرض الصور القديمة والكنوز الوطنية مثل شاريوتسون التي يزيد عمرها عن 3000 سنة ومرأة هولدريموز التي تعود إلى القرن الأول وعديد من الاستكشافات الأثرية ملحق بالمجحف مقهى ومطعم ومجر للتسوق ميناء نيهافن يعد أحد الأماكن المميزة في كوبنهاغن سواء لمشاهدة هذه الصواطع الأسطورية والخلابة أو الاستمتاع بتناول الطعام في أشهر وأفضل المطعم على جانب قناة نيهافن يتميز الحي والطريق المؤدي إلى الميناء بالمنازل المطلية بألوان رائعة من القرن الثامن عشر وعديد من القوارب الخشبية الأثرية ابتداء من ميدان الملك الجديد وعبر نصف كيلومتر على دفاف القناة برج جولة أو المبنى المستذير يعد أحد العلامات الأثرية المميزة في المدينة منذ القرن السابع عشر تم تصميمه ليكون مرصدا فلكيا ويحتوي على ممر حلزوني كبير يؤدي إلى المنصة في الأعلى على ارتفاع 34.8 متر بإطلالة مميزة على أسطح المنازل القديمة في كوبنهاغن تم بناؤه بالطوب الأحمر والأصفر المصنوع في هولندا بشكل جمالي يعكس تاريخه وهو جزء من مجمع تريني تاتيس الأثاري ويتميز بزخارفه الفخمة قصر آما لينبورغ يتكون القصر من أربع مباني متطابقة للملوك ومقر لإقامة الضيوف ويوجد في أحدهم متحف آما لينبورغ الذي يقدم كل شيء يخص الملوك والمليكات والنظام الملكي بتقاليده المتنوعة منذ 150 عاما يمكنك الاستمتاع بالمتحف وغرفة الحديقة الكبيرة وأيضا دخول قاعة غالا والغرف المميزة الأخرى التي ما زالت تستخدمها الأسرة الملكية قبل أن تشاهد العرض الرائع لتغيير الحرس الملكي في الثانية عشر ظهرا من كل يوم شارع استروغيت اقتوقت سعيدا في أحد أطول شوارع تسوق الرئيسية في العالم وتسوق من أكبر العلامات التجارية العالمية فالشارع خاص بالمشاة فقط وغير مسموح بدخول السيارات مما يعطيك فرصة رائعة للتنزه والتسوق بحرية قصر روزنبيرغ الأثري يعد قصر روزنبيرغ الأثري أحد عوامل السياحة في كوبنهاجن المميزة لما يحتويه من مجموعات أثرية تعود للقرن الثامن عشر وتم بنائه على التراز الهولندي وتطور بنائه وتوسعه مرات عديدة ليصبح قبلة للزائرين من كل مكان استمتع بجولة عامة داخل القصر وشاهد مجموعات المجوهرات والأحجار الكريمة الملكية على مدار التاريخ والخزانة التي تعرض جوائل التاج الدنماركي بجانب الحديقة الملكية أمام القصر كأقدم حديقة ملكية في البلاد تمثال حورية البحر الصغيرة تعد حورية البحر الصغيرة من أهم معالم السياحة في كوبنهاجن مستوحى من حكايات هانز كريستيان أندرسن الخيالية القصة تعود إلى حورية بحر خرجت في إحدى المرات من البحر ووقعت في حب أمير ولكن لم يبادلها الحب فاضطرت إلى الأودة مجددا إلى البحر والتمثال يمثل رمزا سياسيا وحضاريا للمدينة التمثال معروض على صخرة في الماء بجانب منتزه لانجليني ويبلغ رجفاعه 1.25 متر وأصبح رمزا لكوبنهاجن وعمل جذب سياحي منذ الكشف عنه انتهت رحلتنا في مدينة كوبنهاجن نلقاكم مجددا إن شاء الله مع مدينة أخرى ترجمة نانسي قنقر